وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية وذلك لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت خلال الأربع والعشرين ساعة من ضبط مائتين وتسعين قضية تمونية بمضبطات قرابة الثمانية وأربعين طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 26 طن سلع غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 11.5 أطنان وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 7 أطنان دقيق مدعم وسكر تمويني كما تم ضبط 358 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 62 قضية خبز ناقص الوزن و73 قضية خبز غير مطابق للمواصفات